موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشين طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن البيت المتفجر وليش هذا البيت انفجر بشكل مفاجئ وبشكل غريب جدا رح نشوف جميع الاحتمالات الممكنة وايضا رح نتكلم عن المعلومات الجديدة اللي طلعت عن قافن وصديق قافن فيلا نخش في المقطع اولا مكان هذا البيت رح يكون في ولاية نيو أوستن وتحديدا في تشولة سبرينجز زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا لما تيجي للبيت رح تلاحظ انه بيت عادي جدا وما في له اي حاجة لكن بمجرد ما تقرب من هذا البيت رح تحدث المفاجئة طبعا زي ما شفته البيت انفجر بشكل غريب وبدون اي مبررات طبعا لما تقرب من البيت اللي انفجر رح تلاحظ انه فيه معدات علمية غريبة جدا وغالبا غالبا اللي يستخدم هذه الادوات والمعدات يا انه عالم او انه مخترع او تحديدا هو الشخص مهتم بالكيميا لانها ادوات كيميائية بحتة طيب في هذا البيت المتفجر رح تحصل العديد من الاشياء الغريبة جدا اولا وسط هذا البيت رح تحصل جثة العالم المسؤول عن هذا البيت او اللي كان يسوي اختراعاته في هذا البيت ورح تلاحظ انه الجثة محروقة بشكل كامل يعني مات وسط هذا الانفجار اللي حدث بشكل غريب ثانيا رح تحصل لوت بوكس او صندوق ولما تفك هذا الصندوق رح تحصل مجموعة من الاشياء اول شي رح تحصله رح يكون الرصاص سينايبر هاي فيلوسيتي وايضا رح تحصل رصاص بندقية هاي فيلوسيتي والشيء المهم انك رح تحصل ورقة وهذه الورقة رح تعلمك كيف تسوي الطلقات المتفجرة للشوتغن ورح يعلمك من الالف للياء كيف تسويها واش تحتاج عشان تصنعها يعني بمعنى اخر رح يعلمك من البداية الى النهاية كيف تسوي الطلقات المتفجرة للشوتغن من ناحية الهوى المكونات وطريقة التحضير والادوات اللي تحتاجها يعني رح يزبطك طيب البيت المتفجر له احتمالات كثيرة وادلة عديدة اول احتمال بما اننا حصلنا وصفة للطلقات المتفجرة نقدر نقول الاحتمال التالي انه العالم كان يستخدم هذا البيت في صنع طلقات متفجرة معينة ولسبب ما حدث هذا الانفجار يعني ممكن العالم ممكن غلط في شيء معين او لخبط في المكونات لذلك انفجر البيت لكن في شيء غريب جدا اذا كان العالم فعلا يصنع طلقات متفجرة طيب وين الشدقان المتفجر اللي رح يستخدم فيله الطلقات المتفجرة اللي صنعها وايضا الانفجار كان جدا جدا قوي زي ما شفنا بمعنى اخر مستحيل طلقة شدقان متفجر تسبب هذا الانفجار الضخم جدا صح انها تفجر لكن ما تفجر بهذه الطريقة وما تسبب هذا الانفجار الضخم جدا وهذا يودينا لاحتمالنا الثاني في مقالة في جريدة معينة ممكن تعطينا بعض المعلومات المهمة عن ليش انفجر هذا البيت والمقالة تتكلم عن كيميائي في ولاية نيو اوستن ومختصر المقالة انه في عالم كيميائي في ولاية نيو اوستن معمله عبارة عن بيت صغير ويقع ما بين شولا سبرينغز والقاب توث ريتش ويقال انه هذا الكيميائي يقدر يحول اي مادة اساسية الى ذهب فخم جدا على سبيل المثال يقدر يحول النحاس الى ذهب من نوع ما واذا فعلا هذا الشيء صحيح والكيميائي فعلا اكتشف هذا الشيء فاسواق الذهب رح تشهد انخفاض كبير جدا في الاسعار طيب في اشياء كثيرة في المقالة تنطبق على خويا الكيميائي اولا مكان البيت في المقالة قالوا انه موقع هذا العالم ما بين الشولا سبرينغز والقاب توث ريتش وفعلا ترى موقع العالم هذا يقع ما بين الشولا سبرينغز والقاب توث ريتش وايضا المقالة قالت انه كان عالم كيميائي اسمه انثني وفعلا خوينا كيميائي على حسب الادوات اللي شفناها هناك وايضا المقالة قالت انه يعيش في بيت صغير زي خوينا بالضبط برضو قاعد يعيش في بيت صغير فممكن الكيميائي هو يحاول انه يصنع الذهب حدث تغير كيميائي غريب ادى الى هذا الانفجار الضخم جدا خصوصا انه يحول مادة الى مادة اخرى فاحتمال الانفجار وارد وجدا عالي طبعا زي ما تعرفون الانفجارات الكيميائية غالبا غالبا تكون ضخمة وكبيرة جدا طيب زي ما تعرفون الكيميا يبغى لها شخص دقيق جدا فممكن خوينا ما كان دقيق بشكل كافي لذلك حدث هذا الانفجار وتوفى الكيميائي انا صراحة اعذر الكيميائي لانه عام 1899 المعلومات كانت جدا جدا قليلة وما هي كافية فانت يا عالم يا كيميائي تجي تحول مادة عادية الى ذهب معين عن طريق تغير كيميائي وعن طريق الكيميا فاحتمال انه يعني يحدث خطأ او انه يحدث انفجار احتمال عالي وكبير جدا لانه زي ما تعرفون المعلومات جدا جدا غير كافية وجدا قليلة والكيميا يبغى لها معلومات دقيقة جدا والتدقيق في الالف واليا والجيم والبا الاحتمال الثالث بما انه الكيميائي كان راح يصنع ذهب ويكسر اسواق الذهب فممكن كبار الشخصيات اللي تاجرون في الذهب قرروا انهم يغتالون ويقتلون عالمنا الكيميائي عن طريق وضع المتفجرات في معمله طبعا الاحتمال موجود لانه العالم الكيميائي كان راح يصنع ويخترع شي كبير جدا ركزوا معايا لانه هذا الكيميائي كان بيحول اي مادة عادية الى ذهب فخم جدا وبكذا راح يخلي اي شخص يقدر يملك ذهب بسعر رخيص جدا لذلك كبار الشخصيات قرروا انهم يغتالونه طبعا هذا الاحتمال موجود ونسبة كبيرة انه هذا هو الاحتمال الاحتمال الرابع والاخير انه الشخص اللي كان في البيت كان يصنع مونشاين او خمر لانه الادوات الموجودة في البيت المتفجر تشبه ادوات صنع المونشاين طبعا لو تلاحظون في مايكل دي سانتا لما كان يصنع المونشاين شوفوا الادوات حقه بنسبة كبيرة تشبه نفس ادوات خوينة الموجودة في البيت المتفجر طبعا هذا مو مبرر قوي لانه ممكن العالم الكيميائي استخدم هذه الادوات او ادوات المونشاين في تفاعل كيميائي معين لكن الاحتمال يبقى موجود وقائم طيب خلونا ننتقل لموضوعنا الثاني وموضوعنا الثاني رح يكون عن قافن ولغز قافن طبعا في معلومات جديدة طلعت عن قافن فحبيت اشاركها معاكم طيب اول ترى فصلنا عن قافن تفصيل كامل اذا اودك تشوف مقطع كامل عن قافن فرح يكون في خانة الوصف ان شاء الله لكن بشكل سريع هو شخص يبحث عن صديق قافن طبعا تقدر تتكلم مع صديق قافن اللي هو نايجيل ولما تتكلم معاه رح يدور حوار رهيب بينكم تعالوا نسمع سويا اشتركوا في وقت طيب صديق جافن غالبا غالبا تحصلوا في رودز ولما تحصلوا في رودز راح تلاقيه يدور على شكل دائرة حول هذا البيت تحديدا طبعا بقريتش الدخول لأي مكان والأي بيت قدرنا نخش لهذا البيت الغريب جدا ورح تحصل شي غريب جدا رح تحصل هذه الصورة زي ما تشوفون شخص بلا ملابس جالس في منظر طبيعي والشمس ساطع عليه زي ما تشوفون طيب الشي المهم انه هذا الشخص اللي في الرسمة يشبه بنسبة كبيرة نايجل الشخص اللي يبحث عن غافن من ناحية الشنب وايضا القبعة جدا جدا مشابهة لبعضها البعض فهل هذا الشخص هو غافن وفي جهة أخرى بعض الأشخاص قالوا انه الشخص اللي ساعد آرثر مورغين لما طاح في مدينة الساندينيس بسبب مرض السل هو غافن طبعا ايضا هذا الشخص يشبه نايجل من ناحية رسمة الشنب وايضا من ناحية القبعة فهل هو غافن فعلا طبعا الاحتمالات كثيرة جدا والاحتمالات يعني جدا جدا عديدة لكن لحد الآن ما حد حصل غافن رسميا ويعني ما حد قدر يلاقيه طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم أي احتمال من الاحتمالات الأربعة تحسون انه الاحتمال الحقيقي وراء انفجار البيت وايضا شاركونا آراءكم عن المعلومات الجديدة عن غافن طيب ابكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تعرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن ادمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة